بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجبر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس بلاديمير زالنسكي رئيس أوكرانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعزيه وصادق موساته لفخامته ولأسر ضحايا الحريق الذي دلع داخل دار لرعاية المسنين في مدينة زكاركوف جنوب شرقي أوكرانيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين رجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية كما بعث سموه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجبر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس بلاديمير زالنسكي رئيس أوكرانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعزيه والصادق موساته لفخامته لأسر ضحايا الحريق الذي اندلعت داخل دار لرعاية المسنين في مدينة كاركوف جنوب شرقي أوكرانيا رجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية ممثلتين ترجمة نانسي قنقر